دعو القضايا دعو القضايا أولا هذا التحول في ارتفاع عدد القضايا التي تواجهت بها الجماعة دليل منجها على النجد الوعي المواطن المغربي في اللجوء إلى القضايا من المطالبة للحقوق ولكن فيه جانب آخر هو أنه مجلس الذي فات دار مجهود كبير في تنفيذ الأحكام القضائية بشكل يشجع أنه المواطنة المواطنة أنه يلجئوا إلى القضايا وإذا كانت عندهم أحكام الفائدة ديالهم هما واتقين كانوا واتقين بأنه الأحكام ديالهم كانت تنفيذ لفائدته هذا العرض اللي تقدم برح ما كانش ممكن تكلو فيه في التفاصيل دياله إذا كشعلش تدعينا إلى عقد الجناة ونتذكر فيه في الشميع ديال التفاصيل أعتقد بأنه كثير مما عرض فيه ملاحظات أولا عندها على قابل تنفيذ ملاحظات تعمل الجيجية والحسابات فيما يتعلق بالقسم ديال الشؤون القانونية يعني في الجماعة إحنا عدنا ملاحظات ذكرناها منذ السنة الأولى من عمر هذا المجلس ديال الهيكلة ديال الإدارة الجماعية بحيث هم اجعلوا القسم ديال الشؤون القانونية مرتبط مع التعمير إحنا قلنا لهون بأن الشؤون القانونية كي خصت تكون مرتبطة بكافة القطاعات لأنه الدعاوى اللي كانت ما مرتبطاش فقط بمجال ديال التعمير وإنما مرتبطة بالصفقات مرتبطة بالمعاملات الإدارية مرتبطة بوحد العدد ديال الأمور هذك شي علاش حنا الخلل الاختلال الأول اللي كان أعتبره والخطأ الأول اللي كان أعتبره بأن هذا المجلس قام به هو أن جعل القسم ديال الشؤون القانونية مرتبط بالتعمير وليس بغيره الحاجة الثالثة هو عن مستوى يعني العدد ديال الإجراءات وديالتدابير يقوموا بين المحامين احنا مطلوب منا معدناش المعطيات التفصيدية لذك شي علاش احنا كنتمنوا أنهم يلتزموا بدك شي يلتزموا به ديال عقد الاجتماع في أقرب الآجال مش ندرسوا هذا الموضوع عندنا يعني كنسمعوا كلام ما قدرش نقول لكم معطيات للطريقة ديال برمجة تنفيد الأحكام المجلس اللي فات كنا درنا منهجية واضح ديال أنه الأسبقية للأحكام القديمة الأسبقية للأحكام للمبالغ ديالها يعني صغيرة والأسبقية الأحكام مع الأطراف المتقضة معهم اللي كي يقبلوا باش أنهم يتنزلوا على حصة من مبلغ محكم به وكي يقبلوا على تنزل تنزل على يعني تحمل صائر من نسبة الجماعة كيلتزموا بهما وكي يقبلوا بتشطير وهذا كشي علاش تقريباً في واحد الوقت كانوا الأحكام كلها ديال سنة 2014 واللور الجماعة ديالتربيدة كانت نفداتهم بالكامل نعمتي؟ اليوم ما واضحاش إن المنهجية ديال برمجة شنو هي الأحكام اللي كينفدوها كل سنة ما واضحاش لنا ما عندناش معلومة ما قدرواش نحكمو عليها لاب يجال لاب سيب في انتظار هذا الاجتماع اللي غادي ونشوفوا شنو هي المعايير ونشوفوا فعلاً الحقيقة ديال طبيعة الحال كين عندنا موضوع آخر لابد أننا نطرقوليه ونشوفه مع المشؤولين هو بالنسبة لها هذو كل القضايا الأمر يطلب وقت يطلب وقت بالنسبة لكل القضية نشوفوا شنو هي الإجراءات اللي كان مطلوب الجماعة تقوم بها لآجال ديالها واش فعلاً قامت بها ولا ما قامت بها لأنه واحد جد كبير من القضايا اللي كانت الجماعة تخسرهم على مر السنين وأنه ما كداش إجراءات كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي فعلى كل حال نحن ننتظروا على كل حال ننتظروا ننتظروا هذا الاجتماع ونشوفوا المعطية اللي ستعطلنا وكذا هذا أمر عادي لأنه واحد العدد واحد العدد ديال القضايا واحد العدد ديال القضايا رمجرور من العهد ديال ما قبل 2003 ولكن كتنف ربما يتعوى أي طبعا 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 رأي يمكن دعوى وحدة رأي احنا في العاد ديالنا مع مدينا بيس رأي الحكم ابتدائي الأول لنظر الأعتبارات رأي رأي خرج الحكم ديال ربعات المليار ديال الدرهم يعني تقريبا ما يكافئ الميزانية السنوية للجماعة كلها هذا ما يهمكش اللي يهمه أنه انت واش درتي الآليات والأدوات باش تدفع على رأسك بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب ديال الجوهر ديال ديال الإشكال واش درتي الآليات باش تنضم القسم ديال الشؤون القانونية باشكال باشكال اللي يجعل الجماعة قادرة باش تتبع القضايا الرائجة واش يعني واش كينا هناك خطة رؤية باش الأخطاء اللي كتجعل الأطراف الناس يرفعو دعاوة ضدك أنك ما تقومش بها اليوم أنا كنضن بأن إنه واحد العدد ديال اللي بحل يشرح سندها واحد العدد ديال المشاريع اللي كنجزو فيها كان وقعوه فيها في اعتداء مادية اللي غايكلف الجماعة اللي قناطير وقنطرة من الأمور